السلام عليكم ورحبا بكم معي في قناة حلوية اسماء اليوم ان شاء الله سنقدم لكم هذه الوصفة الرغيفة للعيد او اسمنا بحجم عائلي كبير كتجيه شيشة وخفيفة بزاف لدرجة ان تصوروها طريقة مبسطة وزوينة ستحصلوا على احسن بريوش مورق او رغيفة للعيد كنت مننا الوصفة اليوم تناعجبكم وفرجة ممتعة اذا على بركة الله سنبدأوا بالتحضر للعجين سنحتاجون هنا دقيق سنستعمل خاص بالحلبية سنحتاجون من نوسة الكيسان اللي هي 600 جرام إذا كنتوا بغيين نتعبره بالميزة فان هنا سنعبر لكم بالكاس كل كيف العضاء هنا كاس دالشيك اعطينا 100 جرام بالنسبة لهذا القياس يعطي واحد رغيفة اللي هي شوية كبيرة بحجم عائلي يمكن لكم دائما تقسموا المقادر نصف إلا بغيت واحد رغيفة اللي هي صغيرة في القياس دالها بالنسبة للمكونات الأخرى سنزيدوا الملحة سنزيدوا ثلاثة دال مع الكبار دال السكر سنستعملوا أو سنزيدوا أيضا معلقة كبيرة دال الخميرة دال الخبز لدينا ربع كاس دال زيت النباتية دائما نستعملوا نفس الكاس في العبار سنحتاجوا الحليب بارد ماشيدة فيه يعني يكون في حرارة دال المطبخ باش غادي نجمعوا العجينة دالنا باش متخمرش قبل ما نبداك نورق فيها فغادي نحاول أنني نجمال العجينة دالي بقياس الكافي دال الحليب مخلط مع الماء يعني نصف حليب ونصف حليب ونصف حليب ونصف ماء هنا جمعات العجينة دالي خاصة تكون رطبة شوية بحالها كارتباع للعجينة دال المسمة العادية سنحاول أنني ندلكها شوية كيف ما كتشوفوا استعملت غير ريادين هاد المرة بالنسبة اللي بغت تزعم تجرب الوصفارة ناشحة لما تحتاج العجانة سنندلكها غير بحت شوية منحتاج أنني ندلكها بزاف وغادي تشوفوا معي من بعد تتمه من بعد تتمه من بعد تتمهز من بعد تتمهز كيف ما كتشوفوك تجمع بحلاكة هنا سنخليها 1-5 دقائق ترتاح لأول وعادة سنرجع لكي نقسمها سننضحها بحت شوية من التحت لكي لا تلصق ونغطي عليها بلاستيك ونخليها كيف ما قلت ترتاح شوية ومن بعد بدأت نقسمها خمسة دقيق بعد مدازت خمسة دقيق سنقسم العجينة سنستملك هذه الأدات سنقسمها على 8 فهنا غير قيز سنقطع وسنقضعها على 8 بحال هذه الشكلة كل قطعة العجين سوف نشكلها كوايرة كما تشوفوا لا يهمش طريقة يعني باش غادي تشكلها غير كتسقدوها ككوايرات وغادي توضعوهم على الجنب وبطبيعة الحال كان ندهنوهم بزيت من تحتهم من الفوق نغطيوه ليهم بلاستيك غادي نرجوه نخليهم مرة أخرى يرتاحوا هاد المرة تقريبا واحد ثلاثين دقيقة باش غادي تسهل عليها نطلق العجينة بكل سهولة ضروري يعني الوقت دي الراحة صافي من بعد كان بدهو كنتلقوه في العجينة ديالنا نبدو بأول كوره ندهنو الزيت مزيان وكان بدهو كنتلقوه فيها بحال هالطريقة يعني بطريقة ديالي نسمي العادية غير تلقوه مزيان عجينة ديالكم مش حما كان ترقيقاش حما جانتنا رغيف عدنا مورقة وكتجيه شيش اكتر فكان حاول انني نمددها هكا مزيان كيف ما كتشوفوا يعني فاش كتكون يعني مدلوكا ومرتحها مزيان كتسهل عليها الخدمة وكتجيه في هاد الفقاعد كنعفو انها عجينة يعني زوينة غادي ندهن بوحد شوية ديال الزبدة مدوبة ثم غادي نطويها بحال شكل ديال المسمينة تماما ونوضحها على جنب وغادي نكمل يعني مع عجينة اخرى وغادي تشوفوا الطريقة كيفاش غادي نشكله المسمينة ديالنا باش تجيه بشكل دائري كناخد كرة اخرى ديال العجين وهاد المرة ما غاديش نطويها على شكل المسمينة غادي تشوفوا معي كيف ما غادي تشوفوا معي دائما ندهن واحد شوية ديال الزيت غير القياس اللي ينكفيني وغادي ندهنها بالزبدة كان وضحها ديال المسمينة اللي اه طويت في الاول كان وضحها في الوسط ديال الدائرة ديال العجين بحال هكا ولا اخد موس ولا القطاع ديال البيتزا اللي بغيتو ونقطعها كافة على الدائرة كاملة ديال هاد المسمينة هناك نبدأ كنجمع هاد الاطراف هاد الطريقة اللي كتشوفوا وانا كن الى هنا شطلية شوية ديال العجين النادل من جناب كندخلو هكا من التحت كيف مما كتلاحظو باش كتجيني اه ما كتجيني شمع الجناب من الدخل يعني ديال قاعدو كل الاطراف كن نجبتهم هكا وكن نرجحهم من التحت بحال هكا يعني كتبدا العجينة ديالنا او كتبدا الرغيفة ديالنا كتشكل بشكل دائري وخحنا يعني بدينها بشكل مربع هاد يمقوا مكملين بنفس الطريقة يعني كان ديروا المسمينة في الوسط من بعد ما كان ندهنوها بشيه ديال الزبدة وكان اه قطعو اه للدائرة ديالها كاملة اه وهنا كان مبدأ وكان طويو حتى كان ساليو الكويرات كاملة اللي عندنا وغادي نحصلو على واحد المسمينة اللي كتكون دائرية ومقادة في الشكل ديالها هنا صافي كان كونو وصلت الاخر اه طبقة ديال العجين كيف ما كتشوفوه هنا كان حصلو اللي عجينة ديالنا بحال هات الشكل فهنا ما يمكنش لنا نهائيا اننا نقرسوها حتى نخليوها ترجع ترتاح فضروري كيف ممكن نديرو مع المسمين ديالنا العادي غادي ناخدو الصينية ولا اللاتر غادي دخل الفران انا غادي نستعمل المقلة ديال المسمين لان الحجم ديالها كيكون كبير يعني كي يناسب هاد الحجم ديال هاد الرغيفة او هاد المسمينة هادي اه غادي نكتب لكم القياس او العبار ديال هاد المقلة اللي غادي نستعملها نفسه ندق الوصف بغيتو واحدة رغيفة اللي كان تكون رقيقة شوية على اللي درت انا غادي ديرو واحد صينية لا تكون اكبر ولا مقلة اللي غادي تكون كبر بغيتو هاد جي شوية اغلادة بحال شكل ديال بريوش غادي ديرو يعني شي حاجة اللي كان تكون او مول او صينية لك تكون اصغر فكان ديال الورقة ديال الطهي في داك الصينية الغدي نستعمل كنوضع فيها المسمنة نغطي عليها ونخليها ترتاح مزيان وعاد كنبدأ كنقرس فيها بعد ما رزحت ليها مزيان كي تخمر واحد شوية ضروري مع دب الحال او الجو بدك يسخد فغضيت تخمر ليكم شوية كنبدأ وكنتلقوها بحلاكة حتى كتاخد شكل ديال المقلة ديال المسمن او داك الصينية اللي استعملنا فالهاك لتنمشيو معها غرب شوية حتى كنقرسوها كاملة بالنسبة لتزيين غادي ناخد واحد شفرة تكون حادة ولا موس يكون عندكم حاد باش غادي نزيينو الشكل اللي احطوه في البداية ديالفيديو فبالواسطة ديال داك الموس ولا داك داك الشفرة الحادة دالي غادي تستعمله كنديرو خطوط اللي كيكونوا هكا متقاطعين بحاول لننف اللحم زيان باش كي جيوا باينين من بيت فاش كالطيب صافي من اللي كنت سالي غادي نخليها ترجع تخمر واحد شوية اه نخليوها تقريبا واحد نص ساعة ولا لحسب الجو كيدا هيرا عندكم فانا ما اخذتش لي الوقت بزاف هي داك شفش تخليتها ترتاح خمرات واحد شوية وصافي اه كتكون واجدة باش غادي ندخل الفران غادي نهنا الاول بواحد صفر ديالبيضاء نخلط معه شوية ديال الحليب وعد غادي ندخلها الفران يكون شاعل كي يسخن اه من قبل اه بالنسبة للطريقة ديال الطياب كنديرو احد النا اللي كتكون مهيلة او واحد الحرارة نقصة بحليلة غادي نطيبو الكيك تماما باش كي يطب لنا او كتب لنا هاد رغيفة مزيان من داخل ما ديناش معجنا وكتتحمر لنا مزيان اه ضروري احد النا اللي كتكون نقصة او مهيلة هلنا غادي ندهنها غير بالبيب وغادي ندخلها اه تزيين حتى من بعد هاد كندير لها الكريم باتي سياغ هاد الفتاحات من بعد ما غادي تحلو يتنفخو وتدوروها اه الكريم مقبل ما تدخلوها الفران طيب ممكن غير انا اه فضلت حتى كتطيب باش اللي عندنا هو الكريم باتي سيار فاش كندخلوها الفران كتنشف وبحالي لكتتحمر شوية انا فضلت حتى اه نخرجها واعد ندلها الكريم باتي سيار كتجي زوينة من اللي كان خرجها من الفران كيكون شكل ديالها هو هادا دروري جدا انكم تردو البال ما تحيدوهاش قبل ما تكمل طيب ديالها باش ما تطحش لكم وديكم مع جناء من الزاخر خليوها الطبع لخاطرها ومن بعد فشكة طبن زيان عاد خرجوه وخليوها تبرد وزينوها كيف ما بغيتو اهنا انا نسيت انني ندهنها الاول عاد غادي نعمر هاد الفتاحات بالكريم باتي سيار انتو ما دهنوها اللوي بناباج مع شوية ديال ديال الجلوكوز ولا غير بالمربة بوحده مربة ديال مشماش صفيه هم القطاع ولا دهك الخاص بالحلوة صخنوا شوية وزينو به هنا اه حضرت اه اه كريم باتي سيار غير بواحد الكاس ديال الحليب القياس اللي غادي اه يكفيني باش غادي نعمر هاد الفتاحات وصافي اه كانت استعمل او كان اه كان عمر بحال هاد الشكل كيف ما قلت انتم ما حتكت اه اه دهنوها عاد عمرو باش تيكم اسهل وواحد الملاحظة بالنسبة بالنسبة لكريم باتي سيارنتي ما قلتهاش لكم ما تستعملوها تكون باردة 100% تكون دافية شوية باشها كامل لكتش تدرسها كجيمة ماسكة في الرغيب صافي كيف ما قلت انا غدي ندهنها وغادي نرشاليها شوية ديال اللوز تكون كاسي محمر ونخليها يعني تبرد من 100% تكون باردة مزيان وعدك ساعة نقدمها او نقطحها ونقدمها بصحة وراحة وصلنا ناعي ديالفيديو هدا وشكل ديالرغيفة ديالنا شكل كي يجي زوين بزاف وحتى القوام ديالها جد جد شيشة وخفيفة وغير تبعوا معي الوصفة كيفما هي وطريقة كيفما هي غدي سيجي معكم الارواع ما يكون تقدموها في الفطول ملديدة بزاف وسهلة كيفما لحتو كانت من الوصفة ديالليوم تكون لدي اعجابكم ونتمنى انكم تجربوا هاد عجباتكم ما تنسوش كمالعادة دير وجهة مشتركوا بالقناة او ادم فعلوا الجرس بشي بقى يصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات ما تخرجوا ليه بتعليق ديالكم اراكم وايضا اقترحاتكم لك تهمني دائما شكرا بزاف للمتابعة وانطلقوا فيديو جديد انساء الله موسيقى